أنتوني كوين ممثل أمريكي من أصل مكسيكي ولد في 21 نيسان عام 1917 في شيواوا لأبن إيرلندي وأم مكسيكية شارك في مسيرته السينمائية ببطولة الكثير من الأفلام من أشهرها فيلم الرسالة وأسد الصحراء وفيلم لورانس العرب تميز بإتقانه لعدة لغات وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد مرتين عام 1952 عن دوره في فيلم فيفا زاباتا وفي عام 1965 عن دوره في فيلم لست فور لايف قدم أنتوني كوين العديد من الأفلام المميزة التي تعد من علامات السينما العالمية كما برز بتجسيده الشخصيات التاريخية من خلال أدائه التمثلي المتمكن وملامح وجهه الصارمة الواثقة تعتبر فترة الخمسينيات انطلاقة حقيقية لأنتوني كوين في هوليوود ففي عام 1951 مثل في الفيلم الدرامي The Brave Bulls وفي عام 1952 كانت الفرصة التي انتظرها عندما شارك في فيفا زاباتا ثم لعب دور كازيمودو في نوتردام دوباري المقتباس عن رواية فيكتور هوجو أحدب نوتردام ثم لورانس العرب وزوربا اليوناني وإعصار في جمايكا والساعة الخامسة والعشرون تزوج أنطوني كوين ثلاث مرات الأولى كانت من الممثلة الأمريكية كاثرين ديميلي استمرت لثلاث سنوات والثانية من مصممة الأزياء يولندا في عام 1966 والثالثة كانت من السكرتير التي تعمل عنده الشخصية كاثي عام 1997 وهذه الأخيرة ظلت معه حتى وفاته عام 2001 وفي عام 1962 شارك كوين في بطولة فيلم لورانس العرب الذي أخرجه ديفيد لين والذي يعتبره الكثير من النقاد أحد أفضل أفلام السيار الذاتية وهو مقتبس عن كتابات بطل القصة الحقيقية توماس إدوارد لورانس توفيا كوين في بوستن في الثالث من شهر حزيران عام 2001 عن عمر ناهز 86 عاما